تبذل السلطات جهودا كبيرة لحماية حيوانات وحيد القرن الذي يهدده الصيادون غير القانونيين بسبب الاموال التي قد يكسبونها جراء بيع القرون ويباع القرن الواحد بحوالى 150 الف دولار وفق وسائل الاعلام الهندية وهذا مبلغ يعتبر كبيرا في الهند وقرارت السلطات الهندية هذه السنة ارسالت عزيزات عسكرية اذ قتل ثلاثة من هذه الحيوانات منذ بداية شهر كانون الثاني يناير وانشأت سلطات الاستعمار لبريطانية متنزهة كزيرانجا الوطني في العام 1908 وفقا لاحصاء كانت الحديقة تضم 2413 وحيد قرن في العام 2018 وخلال موسم الامطار يصبح العشب في الحديقة طويلا ليشكل بذلك غطاء مثاليا للصيادين وتجبر الفيضانات الحيوانات على اللجوء الى اراضي عالية خارج المحمية احيانا خلال الفيضانات نسير دوليات بحرية نحاول الوصول الى الحيوانات التي تواجه خطرا بهدف انقاذها ونطلها على متن القوارب ويعتبر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وحيد القرن الهندي الذي يتمتع بجلد قاس حيوانا معرضا للانقراض ورغم منع صيد هذا الحيوان منذ العام 1910 ارتفعت عمليات الصيد الجائر بشكل كبير وستنشر الهند عسكريين للمرة الاولى اعتبارا من منتصف تموز جوليو للمساعدة على حماية حيوانات وحيد القرن اشتركوا في القناة